الموضوع الليل عن المظاهرات الحاصلة في البلد وفي الحقيقة نحن ما تكلمنا في الفترة الأولى لاعتبارات معينة أولا لأنه في وقت الفتن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أنه الناس تبتعد عنها لأن الفتن الماشي فيها خير من الساعي والقائد فيها خير من القائم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا أحلاس بيوتكم ومعنى أن الإنسان يبعد بنفسه عن الفتن ما يتعرض لها وما يتكلم عنه هذا اعتبار خل الإنسان يكون بعيد وينقى بنفسه وباعتبار آخر أن الناس في وقت الفتن يعني تتحكم فيها الأهواء وتأخذ الحماسة ولذلك قال العلماء عند الفتن تذهل النصوص تذهل النفوس عن النصوص فلما تتكلم للناس والفتنة هايجة وتدي واحد حديث ولا قرآن لا بيشتغل لك بحديث ولا بالقرآن ذاته ده لو ما سب لك الحديث ذاته ولو ما قال لك نحن النبي ده ما عندنا معه وش على فده الحاصل الناس عند الفتن تذهل عن النصوص ولذلك الإنسان يتخول الناس بالموعظة والكلام لما تهدأ النفوس هذا جانب وأصلا أنا ما كنت دار أتكلم لكن لما القناة في الإعلام اتصدى ناس من الدعاة دعاة الباطل ودارين يقنع الناس بإنه التظاهرات والفساد والخروج ده من الدين وده مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فلما القينا الناس شغالين في الاتجاه كان الواجب علينا نتكلم نوري منه دماء من الدين بغض النظر على التوجهات السياسية نحن لا طرف في توجه سياسي ولا ندعم من يتوجه سياسي ولا عندنا فيه مصلحة ولا لنا فيه ناقة ولا جمل ولكن يجب أن يعرف الناس أن هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى وباعتبار أيضا آخر أنه نحن ما تكلمنا لأنه ليس عندنا جديد يعني نحن نتكلم نقول للناس نقول لهم الخروج على الحاكم حرام ما أصلا نقول كده نحن من زمان فما في جديد الناس بتتوقع من الناس يتكلموا الدعاة أول لا يسمون شنون ده السياسيين وغيرهم لأنه داري شوفوا رؤية جديدة شنو قل لك الليلة الحزب الفلاني عندهم شنو جديد رؤيتهم شنو لكن السلفيون بحمد الله سبحانه وتعالى رؤيتهم محسومة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في جديد عندنا اعتبارات معينة نبني عليها مواقفنا هذه الاعتبارات قائمة على أن الحاكم المسلم عندنا معه تعامل محدد أولا لا يجوز الخروج عليه حاكم المسلم وداء القول إذا ما تمشي انت هستتعبال لي فأزعلان انت هزعل بطريقتك لكن الكلام ده موجود من القدم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا قال عليكم بالسمع والطاع في عسرنا ويسرنا ومن شطنا ومكرهنا لاحظ قال في عسرنا ويسرنا يعني السمع والطاع ده بعدين جاء لشبهات بتاع الجماعة يدعوا انهم بمثلوا الدين قال في عسرنا ويسرنا ده عربي ده ما رطانة في عسرنا يعني في الشدة وفي يسرنا لمن تكون الأمور ميسورة والبلد رخية والأكل راقد قال ومن شطنا أي فيما ننشط عليه من العمل ومكرهنا أي فيما نكره عليه من العمل اللي احنا ما بنحبه قال واثرت علينا ده عربي كمان ده ما لغة تانية واثرة الاثرة هي الاختصاص وانه الحاكم يختص بالمال ويدعى الرأية راجع ابن حجر على سقلاني شرح البخاري قال وأن لا ننازع الأمر أهله ده عهد أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قال وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا انتبه كلمة كفر كفرا بواحا أي صريحا عندكم فيه من الله برهان أي إثبات ده شرط يوجب للناس أو يبيح للناس الخروج على الحاكم والشرط هوضع النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا طيب فإذن أقول أنا لسه ما دخلت في تفاصيل الأمور دي وفي مقدمة كلامي أقول يا أخواننا نحن لم نتكلم لأنه ليس عندنا جديد ولا يتوقع الناس منا جديد ما دام هذا هو الحاصل الحاكم مسلم واجب الصبر عليه مناصحة الحاكم الأخذ بيده كله بالضوابط الشرعية أن تشكو إليه وتشكو إليه واحد من الأمارات تعينه ولا الولاة ولا تع المحلية تمش تشكو للسلطان وتأخذ منه مظالمك هذا كله من الأشياء الشرعية بضوابطه كله موجود في الدين أما كونك أنت طالع الشارع وتخرب وتفسد في البلاد بحجة أنه الخروج على الحاكم ده من الدين أنا موضوعي مع النقطة إنه من الدين وأنه ما فيه مشكلة أما الناس التانين اللي ما عندهم علاقة بالدين ولا يتكلموا عن نصوص الدين وعندهم رائزات في القرآن وفي السنة من الأحزاب العلمانية والشيوعيين ده كلامنا معاهم كلام آخر موضوعنا معاهم موضوع تاني وأنا ما حاجة ناقش أقول له قال البخاري في الصفحة كده وأخرج الإمام مسلم في كتاب الإمارة ولا البخاري في كتاب الفتن ديل عندنا معاهم نقاش آخر وديل يعني أنا أرجو إنه الشعب السوداني ما يكون خاتعين عليهم إنهم يصلحون لنا البلد ناس رائزين الجماعة يمرقوا من الجامع من الصلاة الجمعة رائزين الناس يمرقوا من الجامع عشان يسوقون للمظاهر يصلوا حباء البلد ما إركع لي الله ما يخوش إركع لي الله يصلي الصلاة صلاة الجمعة ورائزين برا عشان نحن نمرق معاهم نصلح البلد دلك دخل لهم براهم موضوعنا معاهم تاني أما الجماعة بيقولوا بيجوز الخروج ودير رجال الدين الجماعين وحدين عندهم ليحة وحدين بدون لحية أي زول بتكلم من وجهة النظر الدينية ده نحن دارين نناقش شبهاتهم اليوم في صنف آخر من الناس الطالعين في المظاهرات لأنه الطالعين في المظاهرات صنوف منهم الأحزاب العلمانية والشيوعية دي هنا تكلمنا عنها أشرنا لا يشارة قبل شوية منهم الجانب التاني اللي هم عاملين فيها رجال الدين وإنه الشي ده من الشرع وكده ديل موضوعنا معاهم براهم في مجموعة ثالثة دي مجموعة بتاعت مخربين وحرامية ومفسدين ديل لا قضيتهم مع الحاكم ده ممكن تلو سألتوا الحاكم مونه تكون ما عارفوا الحكومة ممنه ما عارف ذاته ودير تجيب مونه بعدي ومو عارفوا ده عبارة عن حرامي منصاب دير يختل الأمن شان هو بعد ذاك يخلو بحرمات المسلمين ينهك الأعراب وينتهك وينهب الأموال ويسرق ويعربد ويقيل أدبه في البلد دي مجموعة بتاعت شلط حرامية ده البراو أما أكثر الناس هم من أهلنا العوام الطيبين السودانين أولاد الوطن ودير قد يكسروا ويقلوا ده ما بخصني كثير وما بهمني لأنه أنا ما بتكلم من جانب سياسي ولا بتكلم من جانب إنه والثورة ونجحنا ده ما قضيت أنا أنا قضيت إنه المجموعة دي من الناس اللي هم الناس المساكين وعندهم مظالم معين شايفيننا قدامهم ودارينا تتحقق لهم وبشوفوا إنه الحاكم ده ظلمهم دارين عيش دارين دواء دارين غيره ودير يقول لك إحنا بنأيد المظاهرات ولا طالعين فيها برة فديل أنا بعتبر إنه هم ناس بالنسبة لي محترمين مقيمين جدا لكن ملبس عليهم في بعض الأمور لا بد تزال وتوضح لهم ملبس عليهم في أشياء معينة لو وضحت لهم بعد ذلك هم إما الواحد من يمشي على المسار الصحيح السليم أو يركب هوا ويمشي مع واحد من الجزئيات التي تكلمنا عنها ديك فالجانب بتاع الحرامية والشماشة دي لك برام والجانب بتاع الأحزاب الحلمانية دي عندها أغراض دي عندها أغراض وعندها أهداف دار تحقيقها وعندها مناهج دارة تنشرة وعندها باطل دار تأسسه في البلد دي وعندها رؤية تانية بتختلف إن كلامك أنت يعني المواطن العادي المطالبة كلها دائرة الدقيق ودائرة البنزين ودائرة الدواء ودائرة الحياة الكريمة إت مطالبك براء والعلماني مطالبه أخرى العلماني دائر إزالة الدين ودائر طمس البلد ودائر محاربة الشريع الإسلامي دائر أهدافه براء فأنا دائر من أهدافي ذاته في الكلمة دي أفرز الكيمان دي وإنت ذاتك اللي بتستمع لي دا خد نفسك مع واحد من الكيمان ما تمشي عايم ساي أنت عندك مطالب محددة وبتمشي لك وراء واحد بنادي بقول حرية حرية أنت فاهم حرية حرية معناش أنت بتتكلم عن إيش ما فيه ودواء وبنزين ودائر بقول حرية يعني ما دارين دين ولا دارين شريعة وده كله ده براء فيا أخي أفرز رجبتك وأعرف نفسك أنت ذاته معايتكم على أي حال أبدأ أول حاجة بالجماعة اللي بقوله أن الخروج دا دين ومن الشريعة الإسلامية واحد بقول أنه من الاستبداد كونه يستمر الحاكم من غير نهاية يحكم حتى يموت بقول دا من الاستبداد وكونه بكر الصديق رضي الله عنه حكم حتى مات وعمر حتى السشهد وعثمان حتى السشهد وعلي حتى السشهد دا دليل على الجواز ما دليل على إنه آآ على الوجوب أيوة دا فهمه كده وبعدين آآ بيقول إنه الأفضل يوقت للحاكم توقيت معين دا الأفضل كده زي ما هو بقول كما قال المختصون ولا شنو ما عارف كده طيب نحن بنسأل سؤال عندنا أمراء المسلمين الأوائل خلفة الراشدون دا الحكموا حتى ماتوا انت بتقول الأفضل يوقت لهم الأفضل دي بتاع من وين ودليل شنو نحن نقاشنا معاك لأنه انت بتتكلم باسم الدين إذا نقاشنا معاك قرآن وسنة وبالفهم الصحيح فهم السلف نرجعك إحنا للكتب ذات كتب المسلمين وين في كتب المسلمين اللي قال من من العلماء وين الحديث وين القرآن اللي قال إنه يوقت للحاكم توقيت محدد دا ما معلاء إنه الإسلام يقر إنه يستبد الحاكم ويظلم ويطغى لا لا دا براو دا أمر آخر لكن من الذي وقت وين التوقيت دليل شنو ما في أي دليل يا أخ ما في أي دليل وكونك تقول لي التوقيت أفضل معناها أوبكر الصديق رضي الله عنه خليفة أول وعمر الخطاب من المؤمنين وبعديه عثمان وعلي ما عملوا بالأفضل ما عملوا بالأفضل فات عليهم الأربع سنوات الأربع سنوات اللي جبتها من الكفار دي فاتت على أوبكر الصديق بما إنه ما أدرك ذاته الأربع سنوات في الحكم وفاتت على عمر الخطاب ومن أمراء المسلمين ومن الناس اللي أثنى عليهم القرآن وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم طيب نمشي اتنين الناس يتكلمون عن مسألة شرية الحاكم المتغلب لأنه بقول لك طيب إذا كان لا يجوز الخروج على الحاكم اغتنعنا اتفقنا معكم ما بجوز لكن الحاكم ذاته لو جاء بطريقة التغلب ذاته أو بطريقة غير شرعية نقول يا أخواننا في الدين عندنا إن الحاكم له طرق معينة شرعية بينتخب بها أو يختار بها الطريقة الأولى طريقة الشورى مش الأولى من ناحية الترتيب يعني من ناحية الذكر أنا الأولى الشورى وذي اللي عمل عمر رضي الله تعالى عنه جعل الشورى في ستة ممن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه امراض والطريقة الثانية هي طريقة الاستخلاف وذي اللي عمل قباله وبكر الصديق استخلف من بعد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فذي الطرق الشرعية طريقة الشورى وطريقة الاستخلاف في طرق تانية غير شرعية زي طريقة الانتخابات إذن هذا في الدين ما شرعية فلأن الانتخابات ما شورى تختلف الانتخابات عن الشورى ليه؟ لأن الشورى تكون عند أهل الحل والعقد من العلماء والعقلاء والناس الفاهمين بحال البلد هم بيختاروا الحاكم والشورى بتختار الأفضل دائما أما الديمقراطية بتختار صاحب الغلب الأكثر عنده جماهير أكثر ممكن الجماهير يكونوا رجرجة ودهماء وما يعقلوا أصلا لكن بيجيبوا الانتخابات ممكن تجيب لك واحد فنان مشهور وعنده سمعة كبيرة جدا ومحبين جماعة اللي بيبوسوا لكوا رعينه بيرقوا سمعاه وبتاعنا التجنس حقه والحاجات دي ديل ممكن يجي يصوته لو يفوز يعني يكون ما يفقح شي ما يقدر يوقع ذاته في اتفاقية ما يعرف يوقع شان كده قالوا إنه الانتخابات هي طريقة وسيلة من وسائل الديمقراطية ودي من وسائل الحريات وسيلة غربية ما وسيلة اسلامية فدي ما وسيلة شرعية اتنين مسألة التغلب ما وسيلة شرعية وسيلة باطلة ماها شرعية كويس ظريجي بالقوة السلطان وقوة السيف لكن في قاعدة مهمة شرعية وهي إنه الحاكم لو جاء عن طريق التغلب ودي احنا قلنا طريقة ما شرعية او جاء عن طريق الانتخابات ودي طريقة ما شرعية او غير من الوسائل المغتنعين با انتم كويس لو جاء واستتب له الامن ودانت له البلاد واستقر له الامر في الحالة دي وجب السمع له والطاعة ويبقى هو حاكم شرعي وإن كان في الاول ماه وجب طريقة شرعية وهذا مما اجمع عليه الفقهاء ونقل الاجماع الامام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في كتاب الفتن انت زول الدين لو بغالطنا نجيب الكتب مالو نتناغش في المواضع دي واستند الفقهاء على دليل حديث العرباض بن سارية النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر عليكم عبد امارة العبد ما بالصح لأن العبد ما بيملق قراره ذاته وما حر لكن لما تأمر أي تغلب على الناس بالسيف وقهر الناس ودانت له البلاد واستغر له الأمن خلاص اجمع الفقهاء من علماء الإسلام على انه يسمع له ويطاع راجع الاجمع عند ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وعند الامام النووي في شرحي على مسلم وده من فقهاء الشافعية وايضا الامام الشوكاني في السيلة الجراء وغيره من أهل العلم فالمسألة دي مستقرة ما يجي واحد تاني ناغض وقول وده حاكم متغلب أو غير متغلب ثلاثة بيجيبوا شبهة بقولوا أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ولي أو استخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم فممسكوا كلمة فلا طاعة لي عليكم طوال بقولوا إن معناها نخرج على الحاكم هذا غلط الكلمة لمعناها فلا طاعة لي عليكم أي في المعصية أطيعوني ما أطعت الله فيكم يعني أنا لو أمرتكم بطاعة أطيعوني فيها فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم أي يعني لو أمرتكم بالمعصية فلا تطيعوني فلا تطيعوني في هذه المعصية وده بيشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف رواء البخاري يعني الحاكم ده اطيعه في المعروف وأيضا في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لو أبوك لو أمك لو الحاكم لو الدنيا كلها أمرتك بأنك تعصي ربنا تشرب خمرة تزني تسرك تقتل زول ده حرام ما بجوز ولا اططع فيه زول ده المفهوم لكن ما معناه فلا طاعة لعليكم خلال الله برقوا الشارع وخرجنا خرجنا خرينا بتعشنه انت أفهم الحديث في الأول بعدين النبي صلى الله عليه وسلم أو أفهم الأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من ولي عليه والين ده في حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري ومسلم قال إلا من ولي عليه والين فرأاه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله قال ولا ينزعن يدا من طاعة شوف ربط لك من الأمرين مع بعض يكره ما يأتي من معصية الله معصية دي له عمل حاكم ولا عمل محكوم أنت تكره ما يأتي من المعصية من الظلم والفجور والجور وإلى آخره لكن قال ولا ينزي عنا يدا من طاعة فيبقى ما فيه الكلام ده حج نمشي رابعا استدل بخروج الحسين ابن علي رضي الله عنهما والستدال باطل من وجوه أولا الحسين رضي الله عنه أرجع كتب التاريخ كتاب من هاج السنة النبوية ابن تيمية وغيره من الكتب الحسين طلب منه الشيعة إنه يجيهم ويخرج إليهم وقالوا ليه ليس علينا إمام فهو قد غرر به هذا واحد اثنين الحسين رضي الله عنه نصحه من نصحه من الصحابة منه ابن عمر ومنهم أخوه محمد بن الحنفية الحنفية ذي أمه وهو دعال ابن أبي طالب نصحه قال ليه ما تخرج إليه كويس خرج الحسين لما وصل هناك وجد إنه الأمر خلاف ما ظنه وخلاف ما وصل إليه بعد ذلك طلب من الأمير بتاع يزيد ما قابل يزيد مباشرة طلب من الأمير بتاع يزيد قال له إما إنك تتركني أنا أرجع إلى أهلي وإما إنك أنت تخلينا أنا أقاتل في الحدود الإسلامية الكفار وإما التالت تخلينا أنا أمشي ليزيد أنا أمشي معه هذه الخيارات الثلاثة ذكر ابن تيمية في منهج السنة النبوية فرفض إليه ذلك الرجل الظالم ابن زياد وأصر على قتله ولم يأذن له بذلك يزيد ولا أمره بذلك لكن ابن زياد رجل خبيث ورجل ظالم فقتل الحسين وما مكن من واحدة من الخيارات الثلاثة ولذلك قال ابن تيمية وغير من أهل العلم إن الحسين رجع من رأيه وإن قلنا بإن الحسين خرج فقد رجع من رأيه في آخر الأمر فلا يستدل بفعله إطلاقا فقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه خامسا قال خروج بن الزبير هذا صحابي جليل أول من ولد في المدينة فابن الزبير أيضا ما خرج ليه؟ لأن الأمر بعد وفاة يزيد ابن معاوية ظل الأمر مترددا وليس على المؤمنين أو المسلمين أنا ذاك إمام عام ما كان عليهم إمام وابن الزبير بويع في مكة والحجاز ودانت له مكة والحجاز فهو أصلا يعني ما كان فيه إمام عام على المسلمين عشان نقول خرج على فلان ما كان فيه أصلا لأنه كان بعد وفاة يزيد عشان كده نازل ما قالوا التاريخ ولا عرفوا والواحد منهم مشا قرأ لقوا صاصات بتاعة رسائر مرستها في الواتساب والفيسبوك صدقه وعمل دين له وبيقى بغرر بالناس ويضلل في المسلمين ياخن إحنا ما قضيتنا العظمى الآن مش كونه انت طلعت مظاهرة ولا ما طلعت ده ما قلنا حرام انتهى الموضوع لكن القضية العظمى كونك تسوق ده في الدين وتقول ده في دين الإسلام وده من الدين تمشي تعمله كده يا أخي ده غلط يا أخي كلام ده باطل طيب ستة واحد أول الحديث قال قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع الحديث واضح ده ماذا له نقة كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع وإن أكل مالك ده رواية جاب ابن حجر في فتح الباري قال فاسمع واطع خلاص انت حتقول شنو تاني قال لا قال وإن أخذ مالك أي بحق وضرب ظهرك أي بحق يخبر الله انت بتبالغ والله شنو يا أخي كيف يعني أخذ مالك بحق النبي صلى الله عليه وسلم ما بعرف اللغة كده خليت من الفهم الشرعي انت كده بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما بعرف اللغة كيف يقول لي أخذ مالك بحق أكان بحق ما ما ماله أصلا هو يا أخوان نفيزول بياخدوا ماله بحق لو بحق ده ما مالك ده ما حق غيرك لكن كونه أخذ مالك معنى حقها كدة وكيف يقولوا أخذوا بحق أخذ مالك بالباطل وضرب ظهرك وبعد أن شوف صغط المبالغة في الحديث ذاته قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أو ضرب ظهرك وأخذ مالك ياخذ صياغة ذاتة بالدل على إن وإن دي معناه فيها تنزلا كده تتنزل إنت تسمع وطيء إيه لا يعطو حد ليه حد إنه ياخذ مالك ويضرب ظهرك ده الحديث فهمه كده بعد أن أنت زعلان ما تقول لنا هيتو وما تمروا يقول ليه ما تزعل منه هنا يا أخوان ما عليش الحديث دي قاعدة بصيحة البخاري بزم يجيب الحديث وتعال نغشني لكن كونه تقول لي لا وأنتو تغروا الظلم أنا ما غريته قصة ما غريته أنا هذه أحاديثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بتقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أغرى الظلم أتكلم نشوف كلامك طيب سابعا قاله عمر الخطاب رضي الله عنه قام يتكلم في المنبر وكذا ذكروا الأثر داك وقاله قام عليه رجل فقال لو رأينا فيك وجاجا لقومناك بسيوفنا ده العمر الخطاب ما شاء الله ودي الرواه منه ليس لها إسناد بس رواية ألفها الخوارج ألفوها وروجوا ليه ليه عشان يجيزوا بها الخروج على الحكام والفساد في الأرض تل موضوع كله دي قال عنها السيوطي في تدريب الراوي هذه رواية ممكرة ليس لها إسناد وأنكرها شيخ الأسلام منه تيمية وغيره من أهل العلم فأنا أتعجب والله من زول يعني يقول لك درس الدين والفقه ورجل فقيه ويجي يلقي الدينه من روايات ملفقة كلها يبقى شغلته زي شغلت الصوفية الدين كله يجيبه من أحاديث موضوعة وباطلة ولقيتوا على القيط شان يجي يرقعوا الدين رقع بأحاديث باطلة ومنكرة طيب دي جملة الشباة دل عندهم ده بالنسبة للجماعة اللي بقول الخروج ده من الدين وحقيقة يا والفتن دي أخوان أظهرت لينا بعض الناس اللي كنا نظن إنه فيهم شيء من التدين ناس كنا قالين أنهم ثابتين على المبدأ ده أصلي من أصول الدين ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعت واجبة وإن كان ظالما واجب طاعته وإن كان جائرا واجب على الناس طاعته ده القرآن ودي السنة كثير من الدعاة كانوا ابنادوا بالكلام ده من بدري وبقولوا لكن في الحقيقة يتضح إنه ذي عبارة عن شعارات كانت وهم في الحقيقة ناس سياسة ظنوا في الأول لما بدت الثورة في البلد والجوطة وبسموها المظاهرات دي لما بدت في الأول ظنوا بإن الحكومة سقطت وطوال حبه يتذلف ويوطدوا يجعلوا لهم قدم مع الناس جاين جداد ويتذلفوا لهم بإنه سوروا واخرجوا وكذا فنقول لهم يا أخي أول حاجة رفقا بأنفسكم وما هكذا الدين والإسلام أمر الناس بالثبات والتمسك يا أخي أن تخلق على مبدأك ثابت نحن ما شأننا في الحكومة شكلها كيف ولا شأننا في الحكومة ماذا صنعت حاكم مسلم واجب طاعته طيب والمظالم اللي الناس شايفيننا الآن من غلاء الأسعار والدوى والعشما والبنزين صفوف إلى آخره نحن نقول في وسائل شرعية لمعالجة هذا بمناصحة الحاكم والمثول أمامه ونصحه وكذا جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة قال ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله يعني أنت دائل المعالجة الشرعية المنضبطة تمشي أنت وتشكو إلى السلطان أمامه وما في شي بيحجبك وإذا أنت قلت لي الآن أنا محجوب ما أقدر أصل للسلطان شأننا أتكلم معاه فمن باو أقول أنت يا أخي ما تقدر تعالج أي معالجة بحاجة تانية برنا تمشي تقيف قدامه وتنصحه بالكتاب وبالسنة وتوعظه في نفسه وتذكره بالله ده كله وارد في الشرع ما في مشكلة ده كله ما في مشكلة لكن الناس اللي بيعملوا المظاهرات والجوطة دي في الغالب من الأحزاب ومن المفسدين هم ما دارين إصلاح ولا دارين صلاح للحاكم ولا دارين صلاح للرأية دارين يحكمهم وللأسف الشديد الضحية والضياع بيكون في جماهير الشعب الأبرياء المساكين البغرروا بمطلعوم الليلة كتلوا الولد الفلاني وبكرة مات الولد الفلاني وبكرة يقول لك الشهيد والسشد فلان يا ناس ما تغرروا بالشعب ما تضيعوا الناس يا أخي ما تضيعون من لشان مصالحكم إتوا ما تضيعون يا أخي وتكتل أولاد الناس عشان إنتوا تبقوا على الكراسي يضيعوكم ناس الآن ما قاعدين في البلد اللي بيأججوا الفيديوهات دي ناس بر السودان واحد قاعد في كندا في بريطانيا وفي فرنسا تلقى قاعد في محال ومرتاح ناير ذاته وظريف ونظيف ونحن بجاي كعطحين في البلد دي وغوبش يجي من هناك يحرك أولادنا والبنات وطلعهم الشارع وثوره والأولاد ينضربوا ويموتوا ويجي بعد ذاك هو لو تم الأمر يجي يحكمون يجاي نظيف من فرنسا هناك يجي يحكمون وهو يستفيد وفي الناحية يجوعهم تاني يبقى يا أخواننا أنا أقول الموضوع ده باختصار شديد باختصار شديد موضوع الخروج على الحاكم عندنا في الشريعة مبجوز ده مبجوز انت داير طرق المعالجة الشرعية بنورك لها وانا حاجية ان شاء الله في اختام كلامي لكن أقول عندي رسالة كمان تاني للشيوخ اللي ظهروا بوجوه جديدة تبهوا للكلمة دي شيوخ ظهروا بوجوه جديدة ما كانت دي وجوههم القديمة فنقول لهم ما تتخذوا الدين عرض لدنياكم وما تأكلوا باسم الدين وما تتذلفوا للناس خليك انت ثابت على دينك وما تخاف فينا الناس الخروج على الحاكم ما بجوز نحن قلنا نقول الكلام ده من يوم عرفنا المنهج السلفي ونقوله في محاضراتنا واسه بنقوله في وقت زي ده ولو انقلبت الحكومة وجاد حكومة أخرى نحن في النهاية ما قلنا كلام ندى عشان حكومة الفاتت نحن بنقول كلام ندى لأنه ده موقف شرعي لو جاد حكومة جديدة مسلمة نحن بنقول نفسي كلام ندى زاده فاتت جاد حكومة بعضية مسلمة نحن بنقول نفسي كلام ندى طيب دي فهمت نقطة بعضية الناس الآن بيشتكوا من انه طلعوا ناس في الشارع وكتلوهم او اتجرحوا ادعوقوا الى اخير حصلتهم حاجات كثيرة جدا نقول يا اخواننا ده من الغلط الكبير جدا ليه لأنه لو سلمنا جدلا بانه الحاكم ده الآن جاز الخروج عليه كفر مرق من الدين اي حاجة جاز الخروج عليه هذا الخروج يا اخواننا يكون اهنذاك من الجهات في سبيل الله يعني لو حكم العلماء بخروج الحاكم ده من الملة والدين وخلاص وجب الخروج عليه يبقى الخروج ده من الجهات في سبيل الله والجهات ده العدة لا يمكن انا اطلع ناس عزل وابرياء ومساكين واولاة الصغار انا اطلعهم امام حاكم عنده رشاشات واسلحة ودبابات ياخذ من التغرير بالمسلمين وده من التضيع للناس وزي ما حصل في غير البلاد دي في بلاد المسلمين حكم بعض العلماء بانه الحاكم ده كافر لكن المجموعات التهيجية اللي طلعت الناس مظاهرات طلعتهم بناءا على انه بس خلاص كافر او ظالم امرقوا عليهم مرقوا ناس عزل قتلوهم بالالاف وبالملايين وابيدوا ابادات جماعية ليه؟ لانه ده برضو غلط ده برضو غلط يا اخي حتى لو انت بترى الخروج على الحاكم حتى لو بتراه الخروج الباطل المفجوزة انت بتراه وما ركت للشارع ما ممكن انت تمرق ناس عزل عشان يكتلوهم ويكتلو ذا الليلة وبعشوية دايزة باكة كتلوا واحد والشهيدة الاول والشهيدة التاني وده الكتلهم ليه؟ انت طلعتهم انت السبب لانه ده تغرير بيهم يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد الوحي وبالنصر من عند الله في مكة كان مستضعف ما عنده قوة على الكفار يلقى عمار بن ياسر وابو ياسر وسمية بن تالخياط يعذبوا ويمر عليهم يقول لهم صبرا اعلى ياسر فان موعدكم الجنة صبرا ليه بيقول لهم صبرا لانه ليس به وبهم قدرة على مقاتلة الكفار انا ذاك انت الان لو بيطرى الخروج او لو الخروج ده جائز سرعا هذه الصورة اللي بتمروك با انت الان ممكن الحاكم انت مارك شايل لك ده طوبة ودهش بيحلق له في لستك وتقيفه قدام وتقول له اه اسقط يسقط خلاص قال لكم انا سلمت اقول له ماشي بالله تخيلوا بالبساطة دي حتموتوا عشرات والسبب انكم انتو طلعتوا لأمر ما قدروا انتو ما قدروا وعشان كده اعود واقول السبب الناس اللي طلعوهم وغرروا بالشباب والاولاد ديل لانه فينا هم ما عارفين النتيجة شنو شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج على اميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية فمات دي خد تحيط خط فمات ليه لانه اه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيشير لانه المسألة دي فاهموت ما تغرروا بالناس ازيدكم تاني سلمنا جدلا انه اه الخروج على الحاكم ده الان اه شرعي بجوز بجوز تب سلمنا جدلا معكم هل الان حتتم ازالة الحاكم بمفسد اقل ولا مفسد اكبر انا اعتقد ان المفسد هتكون اكبر والشاهد ما جرى الان لاخواننا المسلمين واشقانا في العالم الاسلامي في الدول التي خرجت ربنا يرفع عنهم الاذى والبلى وربنا يعيد بلاد امنا ورخاء وخيرا وبركة لكن الناس شايفة الان الخروج داك لو شرعي ولا ما شرعي المفسد اللي كانت اكبر ولا المفسد اللي في الاول ابن تيمي رحمه الله تعالى قال ولم يعلم في التاريخ وده الرجل سبر التاريخ عالم كبير جدا قال ولم يثبت في التاريخ ان طائفة خرجت على هذه السلطان الا وكان من الشر اكبر مما خريت لازالته حيجي شر اكبر من الاول حيجي شر اكبر اسأل الناس الان من دول الجيران ومن اشقانا اللي حصل عندهم شنو من الفساد والشر فلو سلمنا ان الحاكم دا واجب الخروج عليه كويس واجب الخروج عليه طيب المفاسد اللي انت بتجيب بالخروج اكبر من المفاسد اللي انت مركتش ان تزيله انت مركتش ان في صف عيش وفي صف بنزين وفي دواء فيه ندرة طيب انت لمن تمرق وينفرط الامن حيبقى بنزين زاته ماف مش في صف ماف وعيش زاته ماف مش في صف ماف هو زاته والطرنبات حتتحرق كويس ومحلات الدواء الصيدليات حيخشوا يكسروا الصيدلية وممكن يفجروا بالبنات الشغالات الطبيبات في الصيدلانيات دين في الصيدليات كويس دا كله بيحصل انت ما بتراعي للمفاسد دي كله ما بتراعي لا يااخ يااخ راعي لانفلات الامن فقط وهم طبعا لما انت تقول كلام زي دا طوالي بيطلعوا لك العالماني يقول لك شوف المتاجرات اول ما نحن نتكلم عن الظلم والحياة الحاصلة بيني يقول لك انظر الى نعمة الامن ايوة نعم انظر الى نعمة الامن لان انا في النهاية لو جاز الخروج انا بخرج عشان ازيل مظالم معينه وعشان اصلح بلد انا اول حاجة هافك الامن هيبقى انت عندك البلد عبارة عن فوضى ايزل يعمل الدائر ما بتأمن على حرمتك في البيت ما بتأمن على اخواتك ما بتأمن انت علي بناتك اللي بيطلعوا من البيت ما بتأمن علي نفسك انت تقول لي الان في اصف عيش انت بعدين لو ادوك العيش ده ما بتكرت امشي بالبيت انت زادك ممكن انت شاهل العيش واحد يقلعوا منك في الشارع بنزين بتاع الشنو البطلون بيطلعوا بيحرقوا وعربيت تجد ذاتا حتقعد ليك يا ناس لو انفرط الامن والله الناس تندم تندم على اليوم اطلعهم واخد شاهد واحد بس اتذكروا لو انت حضرته ما تكونوا كمان منه على الولادات الما حضروا لقزاتهم الفين وخمسة يوم الانفلات الامني بتاع موت جون قران داك الناس ما ضاقت الامرين الناس ما شافت بيعينها الحاجات اللي حصلت ما شفنا بيعيننا النسوان البشكوا وبيبكوا بدموعهم انو بناتهم شالون وفاتوا بهم بيعيني دي وسمعتها باعضاني ما هنا جنبنا بي جاي طبيبة صيدلانية في الصيدلية جوة اغتصبوها عشر حد ما ماتت جوة الصيدلية ما الناس شايفة الاحداث اللي حصلت قدامنا ما ماتوا العشرات من الناس من الابرياء ونهبت الاموال وانتهكت الاعراض دا بسبب ضياع الامر ما انت بعد داك تاني لك لده ذاته كانت دوك لده وقعدت بي في بيتك جوة انت ما بتقدر تاكله لانه اتفلت الامر وعشان كده الفقهة لما تكلم وانه ابن تيمية وغيره قالوا يا اخي سلطان غشوم خير من فتنة تدوم سلطان غشوم خير من فتنة تدوم خلكم عندكم عقل انا بتكلم مع ريالة دين الناس العاملين فعندهم فقه عاملين فعندهم فهم ما تغرروا بالامة وتضيعوا الناس وتضيعوا البلد البلد ما بتتصلح بفساد ولا بمظاهرات وبالتالي الناس تذكروا الامور دي كلها وتخلتها نصب عينا واخيرا نقول تصلح كيف الوضع ده ما لو وجهوا لينا سؤال انه نخرج على الحاكم ده ما بدو يزعرفنا ها وبعدين الفساد والمظاهرات يلا البلد تصلح كيف وفي مظالمة الان قدامنا اول حاجة بالنسبة للحاكم الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا بانه الحاكم ينصح ونصيحة الحاكم بتختلف من غيره انتبهوا لما له من الهيبة والعظمة ولما عنده من الجبروت ماذا يغيره ممكن غيره يقبل منك النصيحة في الشارع وتكورك فيه لكن الحاكم ما يقبل وفي ازالة هيبة الحاكم وسلطانه فيها تجرؤ بتجعل الفساق والمجارمة تجرؤوا عليه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال موسى وهارون ائتياء فرعون معين فرعون كافر لعين لكن ما عدا شوف كيف انه يوجه الحاكم قال ائتياء فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى الحاكم تمشي له وتنصح وتوعظ ولكن لا يتكلم عنه في العالم لما في ذلك من اثارة الفتنة وتهييج الدهماء ما في اي اصلاح اما الاصلاح له تمشي له انت تتكلم معه وتوجه وتدعو ربنا له بالصلاح ما انحنا شخصيا ما طمعان في شي منه ما عليش الناس يقولك يا اخي وهدو استهتر يضحك ويقولك يا اخي هدو عليو كمان ليه يا اخي المشكلة ما صلاحه فيه صلاح للرأية انت ما طمعان في حاجة زد على ذلك صلاح البلد يا اخواننا بيحتاج ان احنا كلنا نرجع لربنا ونصلح البيننا وبين ربنا ونصلح ديننا وننصلح لنا في نفسنا لانه نحنا الليلة دي لو صبحنا الصباح بكرة وليجينا الحكومة دي ما فيه ما معناه سودان الصلاح والله يصدقني والله ما معناه سودان الصلاح ولا عن الصلاح الا نحنا نصلح نفسنا في الاول لانه الحاكم بتاع اي بلد بيكون على شكل الرأية بتاعته انت لو داير تكون عندك حاكم وامام عدل ها حاكم عدل لابد انت تكون زول كويس والحاجة وروي عن نبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ما تكونوا يولى عليكم اذا كان نحنا في متمعنا وفي تعاملاتنا البيناتنا والغالب على المجتمع والسمى العامة في المجتمع او الغالبة الغش في السوق بتاع الطعمية بسوها لك بيعيش مكسر كويس ويسولك بزيت الراجع وبتاع اللبن بغشك يكب لك موية والكمسار يتدلق وروش مبرجي عليك وبتاع البنك بلعب عليك والموظف بلعب غش غش البنات المشات في الشارع الحياة اللي بتحصل الحفلات وخلقنا عاملة كيف دا كل حاصل لا يمكن نحنا يجينا حاكم عدل زي عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب ونحنا كده دا ما بيحصل نحنا اول شي نرجع لربنا ونصلح نفسنا اتنين البلد بتتصلح بانتاج ما بتتصلح بينقة وكلام فارغ تصلح بالانتاج نحنا نشتغل وننتج بلدنا زراعية يا هادي واسعة لو نحنا انتجنا بلدنا بتمشي والمصانع وغيرها نحنا ننتج ونشتغل ونتهد البلد كده بتتصلح يومنا اللي احنا صلحنا نفسنا صلحنا علاقتنا مع ربنا ربنا حيصلح حاكمنا لو ما صلحوا ربنا بجيب لنا الحاكمة الزيينة او الكويس اذا دي خلاصة الموضوع ان كان الكلام لسه كتير وفي حاجات تانية وشبهات قالوا الناس لكن ما يكفي الوقت لها وطال بين المقام كتير اكتفي بهذا وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة